لازم الخدمات الطبية جوبر سعيد ترتقي لبستوى تقديم تأمين صحي الفلوس الحمد لله هتتوجد وهي دي اساس دي اساس الخدمة يعني الفلوس من واحد سبعة ان شاء الله بإذن الله يبقى في فلوس تحت ايد الوزير او في ايد الهيئات للتأمين الصحي جديد هتصرف على الخدمة حلوة قوي تمام فبالتالي المنتج هيبقى كويس فلكن انت عندك متاخد على الترخيص العربيات ومتاخد على شبكات الطرق متاخد على مصانع الاسمان تمتاخد على قلبة السجائر تقريبا جنيه شوية على قلبة السجائر الواحدة لا لا انت بتتكلمي في مليارات يعني تقريبا اول خطوة هنوصل الى 80 مليار ان شاء الله بإذن الله اه اه ومش كتير التأمين الصحي عشان طبيعة على مصر كلها وتعود تعد الكلام ده في سنة ونص وبعدين تقولي هبتدي في مصر كلها عادة 800 مليار يعني مزانية الدولة تقديها تعملي بقى التأمين الصحي ان شاء الله من واحد سبعة بإذن الله هاي بقى موجود اه لان الفلوس هتستطيع تحصل على طول ودول هيتم توجين لتغير التأمين الصحي بس هو مشروع قومي اولا حضرك لما بقابلك بقولك ايه ازاي الصحة يعني في اي واحد بيسأل مين غير على الصحة تمام دي الحاجة الوحيدة اللي انت بتطمن علي فيها وانا بتطمن عليك فيها فلو حققنا للمواطن انه ينام مايقلقش لوعية ينزل حتى لمهوش فلوس هالدولة بتتفعل وهياخد الكرنيه بتاعه وتأمين الصحي تمام؟ لما لم تطمن ده اكبر مشروع قومي اللي شايف في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة